اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي انا عايز اتكلم فيها نقطة واحدة حتة التحكيم التحكيم اللي بيتعمل عليه ضغط من المنافس ومش ضغط مش عادي ضغط في يوم وليلة اول ما تعرف ان الكابتن امين عمر هو اللي هيحكم ضغط رهيب جدا جدا شفنا في يومين شفنا من مسؤولين في نادي الزمالك واحد يطلع يقولك احنا متحفزين على تعيين امين عمر مش مفقين على قدارته للماتش طبعا ده نوع من الضغط يعني مش عايز اقولك بقى يعني يعني حاجة قديمة قوي 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 اتلغت من زمان دي محاش بيتكلم فيها عشان ايه عشان امين عمر يعني لما ينزل الملعب ياخد باله من حتة دي شوية يبقى ما يجيش على فرقته ايه ده ايه الكلام ده عمراء يعني بصوا اخر مرة حصلت يمكن كانت في السبعينات او الستينات كلام اللي بتقال ده لا ومسؤول كبير جدا في نادي الزمالك طلع وقالك ايه في كل وسائل اعلام قالك ان ايه هو من عنده كده امين عمر اهلاوي جبت من اين الكلام ده سعدتك وقالك بصت كمان الزيادة قالك ازاي بيعينوا حكم اهلاوي لماتش زي دوت ماتش الاهلي والزمالك وكلام ده خلي بالكوا بيصدر من اين من مسؤول كبير في نادي الزمالك وفي التوقيت ده وقبل ماتش مصر كلها والعالم العربي بينتظروها وبيتابعوها يعني هو حضرتك عايز تأثر على الحكم يعني دي حاجة يعني مش عايز اقول دي حركة بلدي اوي يا حسين ده معروف من زمان قوي الكلام ده يعني الكلام ده مفيش حد بقى معنا طالما لجنة التحكيم حطت امين عمر يبقى الراجل ده قد المسئولية يبقى مش هيتأثر بالكلام اللي بيحصل ده واحنا احنا حضراتكم بندعم التحكيم المصري وكلنا وراء الحكام المصريين وبنقولها على طول انما انت تطلع باسلوب او باخر عمال تاجم في الحكم علشان يتأثر عشان يتردد في القرارات وعشان يحسب لك ايه الكلام ده ايه الكلام ده احنا النهاردة عندنا امل كبير جدا ان امين عمر يدي كل فريق حقه فاكرين الماتش الاولاني لما برضو كان فيه اعتراض على محمود البنة ولكن محمود البنة كان قدهه قدود ودنا حقنا ده اللي احنا عايزينه مش عايزينه اكتر من حقنا نلعب وحش نلعب حلو دي حاجة بتاعتنا احنا بس عايزين حقنا بس احنا عايزين العدل اللي احنا بننادي به الاهلي من زمان كده الاهلي حتى لما طلب حكام اجانب كان صح ليه حضرتك لان شايف ان الاخطاء اللي ضد الاهلي الفترة اللي فادت كانت مؤسرة جدا مؤسرة مضيعة منك نقط كتير جدا وكمان كانت لصالح المنافس يعني احنا ما بنحبش نتكلم على المنافس ولكن يعني قدام الناس كلها كان فيه اخطاء في مباريات المنافس لصالح المنافس مش بكلام يعني كلام كل خبراء التحكين يعني الاخطاء في المباريات بتاعت النادي الاهلي ومباريات نادي الزمالك كلها في اتجاه واحد اللي هو لصالح المنافس يبقى احنا قلنا ان الحكم الاجنبي هو الحل ممكن قال اخطاء ما تكونش متعمدة ممكن احنا ما قلناش الاخطاء متعمدة ولكن فيه اخطاء اثرت علينا احنا كنادي اهلي فيه نقاط كثيرة جدا احنا خسرناها بسبب اخطاء التحكين وبعدين خلي بالكم الاهلي الاهلي كمان لما طلب الحكام الاجانب قال انه هو حيتحمل نفقات استخدام الحكام الاجانب وقبل المتش باسبوعين حيسدد قيمة التكاليف الحكام الاجانب طب حتقول لي حضرهاك هو ليه الاهلي وفق انه يلعب النهاردة والنهاردة مفيش حكام اجناب طالما طلع بيان ان النادي الاهلي عايز يلعب بحكام اجانب لان النادي الاهلي بيعرف اللوايح والقوانين صح هي مش خناقة في اللوايح مش خناقة على قوانين هو بتقولك قبل اي مباراة باسبوعين وده اللي عمله النادي الاهلي ولكن ما كانش فيه هناك وقت كافي قبل مباراة الزمالك عشان كده الموافقة كانت من النادي الاهلي بقدرتها بحكام مصريين واحنا كنادي اهلي تحركنا بشكل قانوني فقط بس الغريبة بقى ان الضغوط اللي هي على امين عمر من المنافس تعالوا اقول لكم امين عمر مثلا حكم كم ماتش لنادي الزمالك امين عمر حكم 18 مباراة لنادي الزمالك نادي الزمالك فاس فيهم كم مباراة 15 مباراة وتعالي الفتلات ومخسرش ولا ماتش يبقى المسؤول اللي بيتكلم ده جاب الكلام ده من ايه كابتن امين عمر اضر النادي الاهلي 13 مباراة النادي الاهلي حقق الفوس في 9 خسر مرتين وتعادل مرتين طب اللي يتكلم بقى بالاسلوب ده يبقى مسؤول النادي الاهلي ولا مسؤول النادي الزمالك اللي مخسرش مع الكابتن امين عمر ولا مباراة بصوا اللي بيحصل ده وسيلة ضغط سبكوا منها انا بس عايز افاهم جمهور الاهلي او الجمهور في مصر بصفة عامة اللي بيحصل من ضغوط على الكابتن امين عمر من مسؤولين ومسؤولين كبار في نادي الزمالك ده ضغط فقط بس لارباك الحكام لما انت تنزل الملعب لا خلي بالك من نقطة دي دول قيلين عليك انك اهلاوي بقى انت هتتحافظ خلي بالك عشان ما تجيش على الزمالك لا الكلام ده الكلام ده طالما لجنة الحكام حطت ثقة في الكابتن امين عمر هو قد الثقة دي ان شاء الله احنا بس بنطلب التوفيق للكابتن امين عمر وبنطلب العادل شوفنا ماتشات كتير جدا اخيره ماتش المحلة اللي احنا اه ما كناش كويسين ولكن اتظلمنا وما خدناش حقنا وخسرنا وكان ممكن نكسب كابتن محمود البنة الماتش اللي فات اضر المباراة بعدالة بعدالة تامة سواء ماتش الزمالك اللي فات وماتش للأهلي والاتحاد اللي فات وفي المباراتين النادي الآهلي كسب ماناش دعوة حل ووحش بالعكس النادي الآهلي كان كويس كمان والنادي الآهلي ساهل مأمولية الكابتن محمود البنة الماتش للفات ولكن الكابتن محمود البنة حكم من الحكام الممتازين وملوش يعني ما تدرش قول ان ليه هوية هو هويته بس انا عايز اطلع بصورة كويسة لانا اهلاوي وانا زمالكاوي انا ابدي لكل واحد حق وده اللي احنا عايزينه كنادي اهلي انا لا عايزة كابتن لا تبقى اهلاوي ولا تبقى زمالكاوي انا عايز اخد حقي ويهش حلو اخد حقي بس النادي الاهلي خلي بالكو اكتر نادي اكتر نادي في الفترة الاخيرة اتأذى من اخطاء الحكام واكتر نادي في الفترة الاخيرة بيدعم الحكام المصريين وعيف وراهم على طول لكن اللي شفنا في الفترة الاخيرة لان الاخطاء عشان احنا بنتكلم بالاسروب دوت لان الاخطاء كلها في اتجاه واحد كده وكلها ضد النادي الاهلي فكان لازم ناخد حتة خطوة التحكيم الاجنبي خاصة ان اتحاد الكورة في البيانة الاخيرة اعترف بان في اخطاء فعلا ولكن الاعتراف نفسه ما قللش الاخطاء لم يقلل الاخطاء وفي الاخر خالص انا في ان انا كنادي اهلي ما استفدتش احنا ما بنقولش اخطاء متعمدة ولا بنقول انها يعني مقصودة في بعض الاحيان لا احنا زي ما بقولنا بنقول كل مرة احنا سواء وحشين او كويسين دي حاجة بتاعتنا انا لما انزل الملعب عايز حقي فقط بس كلعيب نادي اهلي انا عايز حقي بس عموما الفترة دي فترة حارجة جدا 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 نادي الاهلي عليه ضغوط كتيرة جدا 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 النادي الاهلي بيلعب فاكتر من جبهة واكتر من اتجاه وعنده متشاعد كل يومين تلاتة وداخل كمان على دور التمانية الافريقي نتمنى نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفترة اللي جاية تعدي على النادي الاهلي اولا بدون اصابات توفيق من عند ربنا باذن الله ونتمنى التوفيق للحكام المصريين اللي بيحكمونا المباريات في الدوري العام المصري تعالوا ناخد زميلنا فاروق صلاح ونشوف اخر التطورات واخر الاجواء عنده قبل المباراة الاهلي والزمالك اتفضل يا فاروق كل التحية لك يا كابتن نايمان كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تقونات النادي الاهلي في كل مكان من هنا من مقر اقامة تفريق للنادي الاهلي واخر استعدادات تفريق للنادي الاهلي لمواجهة فريق الزمالك في القمة رقم 1222 طبعا مباراة مهمة جدا لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الدرع رقم 43 الفترة الاخيرة طبعا النادي الاهلي كان فرض نوع من السرية على تدريبات النادي الاهلي يعني النادي الاهلي عمل معسكر مغلق استمر اليومين وفرض فيها نوع من السرية يعني كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الاهلي كان حريص انه يكون متواجد مع اللعبين ويدرسائلوا للعبين عندنا مرحلة مهمة جدا ويعني مباراة صعبة جدا بدأ مباراة الزمالج ثم مباراتي مباراة الزهاب أمام فريق ساندون ثم مباراة الاياب وأيضا مباراة الكأس السوبر الافريقي قادر أقولك النهاردة وإحنا متواجدين مع الفريق حلم الجدية والتركيز على لعب النادي الاهلي بتفرد نفسها في هذا اللقاء مباراة مهمة جدا لفريق النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني طبعا بيعي قيمة هذه المباراة بالنسبة لجماهير النادي الاهلي وأيضا لعب النادي الاهلي عارفين قيمة هذه المباراة بالنسبة للجماهير وإنها خطوة مهمة جدا بتقرب النادي الاهلي إن شاء الله من القمة بتاعته إن يعود للقمة إن شاء الله يعني لو بيقرب طبعا النادي الاهلي بيدخل اللقاء ورصيده 40 نقطة بينما نادي الزمالج 44 نقطة خطوة مهمة جدا قبل ما الاهلي يخوض اللقاءين المؤجلين قادر أقولك أنه فيه جلسات سنائية النهاردة هنتعرف يعني فترة للسيام كان فيه وقت أطول اللعبين يبقى فيه جلسات سنائية ما بين اللعبين مستر بيتسو موسماني كان حريص أنه يتكلم مع كل لعيب اللاعب على الانفراد جلسة يعني استمرت لأكثر من نصف ساعة جامعة ما بين مستر بيتسو موسماني ومحمد مجد أفشا وبحضور الدكتور عمر محب بدي بعض التعليمات لمحمد مجد أفشا وكيفية استغلال يعني قدرات وإمكانيات أفشا إن شاء الله واحد من الأسلحة المهمة جدا للنادل آلي في هذا اللقاء طبعا التدريب الأخير للنادل آلي مستر بيتسو موسماني بيحاول يركز أكتر على الكرات الثابتة تعريب في الديق الوقت وإن الفترة قصيرة جدا يشتغل مع اللعبين على الكرات الثابتة وتنفيذ بعض الجمل إن شاء الله ننتمنى نشوفه إن شاء الله في هذا اللقاء ثم كان فيه محاضرة فنية النهاردة مستر بيتسو موسماني كانت في تمام الساعة الخامسة والنصف استمرت لأكثر يعني من 45 ناديا مستر بيتسو موسماني حريص جدا إن هو يعني يركز على كل أمر وإن اللعبة كلها تستوعب الكلام اللي هو عايز يقوله ويوصل فكره للعبين يعني كان بعض اللقاطات الفيديو كان عرضها الفريق الزمالك وبعض نقاط الضعف فيه فريق الزمالك قدر إن هو يوقف عليها بعد امتهى المحاضرة شوفنا حالة من الجدية والتركيز على وجوه اللعبين اللعبة مصممة إن شاء الله تحقق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء طبعا الاتحاد المصري كان أعلن طاقم تحكيم لقيادة هذا اللقاء بقيادة الحكم الدولي أمين عمر بيعون ويوسف البساطي وهاني عبد الفتاح وأحمد الغندور حكم رابع اتنين لتقنية الفيديو محمود عشور ومحمود باسيون من المقرر طبعا يا كابتن نايمان تعرف أن المباراة مباراة النادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي كل التوفيق لفريق النادي الأهلي من جديد تعود لك الكلمة يا كابتن أيمان ولكلي ضيوفك الكرام شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي وزي ما قلنا قبلها كل التوفيق لطاقم التحكيم المصري بقيادة كابتن أمين عمر عايز أتكلم عن حاجة تانية برضو موجودة اليومين دول ونغمة من بعض الناس اللي ما بتحبش النادي الأهلي وبعض الناس اللي بتحب تعمل إحباط للنادي الأهلي بتعمل إحباط اللعيبة بالذات وبتعمل إحباط لجمهور النادي الأهلي وإحنا نخلي بالكو كجمهور للنادي الأهلي بناخد بالنا جدا من الحاجات اللي زي دي يعني يطلع يقولك مثلا أصل حسين الشحات زعلان ومن مسماني ومسماني مش عارف زعلان من حسين الشحات ومش عارف عمل إيه وقال إن حسين الشحات الفترة اللي جاية مش هيبقى متواجد ده احنا بنشوف حسين الشاحات كل ماتش موجود يعني الكلام ده بقى لنا اسبوعين ثلاثة شغالين عليه وكل طب ما ولو مصر مسماني مش عاجبه حسين الشاحات هيقعده برا سهل قوي وعنده بدال كتير ما طالما طالما انا مدير فني وانت بتكلم على اساس ان انا مش عاجبني الراجل ده ده احنا في النادي الاهلي يعني المفروض البديل تقريبا تقريبا بنفس مستوى اللعيب الاساسي مش هتفرق قوي بقى لما انت تبقى عندك لعيب اساسي ما بيلعبش وهو مش كويس وتلعب الاحتياطي بتاعه اللي هو مثلا اقل منه حتى لو 50% طب ما الكلام ده لو الراجل ده ما بيدينش فعلا طب ليه مستوى المسلماني ما بيقعدش حسين الشاحات طب ما بيلعبه كل ماتش شائعات لازم جمهور النادي الاهلي ياخد باله منها شائعات هي المقصود منها ايه تضرب استقرار الفريق يعني فريق مستخر قالك ايه نلعب بقى على حتة اللعيبة يعني تدو على حتة الضغوط والاصابات وبتاع طب ما مش جايبها فايدة قوي لكن نتكلم بقى ايه عايزين نهد استقرار الفريق ده من جوه الغريبة ان اللي بيطلق الشائعات دي او اللي بيطلقها من بره هو طبعا مش ممكن يكون اهلاوي مش ممكن هو عنده مشاكل وازمات كتير جدا 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 في ناديه او في الحتة اللي هو فيها لكن عايز ايه يصدرلك المشاكل دي انت كجمهور نادي اهلي لازم افكر في الكلام اللي بيتقال يعني حتى لما حد يقول لك كده ان حسن الشحات مش عارف ايه بقدر ما تقوله اه يا عم ده احنا مش حسن الشحات اصلا مصر موسماني مش عاجبه حسن الشحات بيلعبوا ليه قوله كده يعني اللي بيتكلموا دول لما هو الراجل دوت مش عاجبه ده ليه مصمم عليه كل ماتش يعني اديني عقلك لكن احنا على ثقة تامة بان جمهور النادي الاهلي ورا فريقه واحنا تعودنا تعودنا كلعيبة طول عمرنا ان جمهور النادي الاهلي على الحلوة والمرة معاه على طول احنا بندعم كجمهور النادي الاهلي وواجبنا هنا في قناة النادي الاهلي وكجمهور النادي الاهلي ندعم كل اللاعبين من اجل الدوري الممتاز وعلى فكرة مش من اجل الدوري الممتاز بس وكمان كل البطولات بيخش فيها النادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا وعلى فكرة كمان جمهور النادي الاهلي طول عمره ورا النادي الاهلي حتى حتى لو ما بيجيبش بطولات في المحن وفي الأزمات وفي الصعاب جمهور النادي القهلي هو نمرا واحد بعد ربنا وراء لعبة النادي القهلي وراء النادي القهلي في كل الألعاب مش في الكرة بس احنا بنلعب في كذا بتوله وعندنا ضغوط جامد جدا ولكن احنا عندنا أمل في ربنا وعندنا أمل في لعبتنا وعندنا أمل إن جمهورنا اللي ورانا طول عمره اللي عيب نمرة واحد هو ده اللي يفضل ورانا كسبنا خسرنا اتعادلنا ما جبناش بطولات جبنا بطولات انت ورانا على طول جمهور النادي الاهلي ورانا على طول جمهور النادي الاهلي على الحلوة والمر معاه ليه لا لان احنا طول عمرنا طول عمرنا واخدين على ان جمهور النادي الاهلي هو ده حمال حمال نادي الاهلي احنا النادي البطولات وجماهيرنا اتعودت على كده ولكن جمهورنا وعي جدا وجمهورنا زي ما قلنا في أي وقت معنا وأي وقت مع لعبة النادي الأهلي ومع رئيس مجلس دارة النادي الأهلي ومجلس دارة النادي الأهلي ومع الجهاز الفني لجميع الألعاب مش الكرة بس نروح بقى الماتشي النهاردة وزي ما احنا عارفين أو زي ما قلنا دي بطولة خاصة بين أهلي والزملك ماشي علاقة بأي حاجة خارج هي مباراة في نفس الوقت بثلاث نقط وإن شاء الله إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي ولو النادي الأهلي إن شاء الله كسب النهاردة هيقرب من القمة شوية خصوصا خصوصا إن فيه كمان مبارتين مؤجلتين وده اللي بيفرق بينه وبين المنافس ماتش مهم جدا 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 محتاج تركيز اللعيب للنادي الأهلي عندهم حافز كبير جدا جدا النهاردة لأن أي لعيب حيلعب مباراة قمة هيكون عنده حافز بدون بقى إيه مكافئات اللي يقول لك مش عارف ترصد 30 ألف اللي مش عارف للمين عشان لو كسبوا النهاردة واللي رصد 50 ألف عشان لا 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 إحنا معناش في الأهلي الكلام ده إحنا النادي الأهلي النادي الأهلي الطبيعي إن في ماتشاة القمة لما تيجي تلعبها دي أكبر مكافئة ليك ده من يوم ما شفناها من يوم ما شفناها ليها طبيع خاص بطولة خاصة اللي بيلعب النهاردة دي بطولة خاصة مش يقول لك لو كسبت النهاردة تاخد مكافئة ولو كسبت النهاردة حديك كذا ما عدناش إحنا الكلام ده لأن اللعيبة بتاعتنا لما بتنزل الملعب في أي ماتش دي مكافئة فما بالك بقى بلقاء القمة دي مكافئة خاصة مش مستنيين فلوس لعيب النادي الأهلي مش مستني فلوس لعيب النادي الأهلي بيلعب للفانيلا بيلعب للنادي إن شاء الله ماتش النهاردة كلنا كل لعيبة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي جهز للمبارادية ولعيبة النادي الأهلي يمكن دخلوا معسكر مبكر قبل اللقاء بـ 48 ساعة وكل اللعيبة عندهم حافز كبير جدا للمشاركة في اللقاء إحنا بإذن الله كلنا نتمنى النهاردة إن القمة المصرية دي تطلع بصورة مشرفة بصورة مشرفة لمصر وللناديين تعالوا نروح نشوف الدكتور أشرف صبحي قال إيه عن لقاء القمة قبل مباراة اليوم مباراة القمة ده فيها قطباي الكرة المصرية كلنا لازم يعني كلا يعني في نطاقه كل جمهور يشجع ويحب النادي اللي بيحبه غير إن ما يكونش فيه خروج عن القاعدة العامة أي مباراة بصفة خاصة كرة القدم وإحنا بنتكلم تاني على أكبر حدث موجود على المستوى المصري والعربي والأفريقي قطباي كرة المصرية كل مباراة بيكون توقعها يفوز يتعادل بزل الجهد من خلال اللاعبين في الملعب إحنا نشجع يعني كل الناس شجع لكن إن شاء الله تطلع على المستوى اللي إحنا نراه من حيث الشكل والمضمون ونتمنى التوفيق للجميع شكرا طبعا زي ما قال دكتور أشرف صبحي مباراة مهمة جدا ونتمنى إنها تخرج بصورة مشرفة وعايز أقول لكم حاجة يعني هو يمكن في بعض الجماهير متعصبة جدا إنما معظم اللعيبة حبايب جدا مع بعض يعني إحنا طول عمرنا هفتكر هفتكر أقول لكم مباراة من ضمن المباريات وحسكر فيها أسماء الكلام ده كان سنة 87 بالضبط كان 22 أبريل سنة 87 كان نهاي دوري بين الأهلي والزمالك كان بين الأهلي والزمالك الأهلي كان يكفي التعادل والزمالك كان لازم يكسب المباراة دي المهم إحنا الحمد لله رب العالمين كسبنا اتنين واحد وربنا وفاني في المباراة دي وأنا اللي سجلت الهدفين طبعا بمعاونة زمالي أنا حاجة بسيطة جدا أنا بجيب جول تبقى حاجة بسيطة جدا لكن زمالي هما اللي عمليش شغل كله المهمة حصلت في نهاية المباراة قبل نهاية المباراة بحاجة بسيطة كان حكم أجنبي قبل نهاية المباراة بحاجة بسيطة حصل كان الكابتل مصطفى عبدو هو كابتل نادي الأهلي في المباراة دي حصل كده بعض المناوشات بينه وبين بعض لعيب نادي الزمالي اللي أنا بكن لهم كل تأدير واحترام لأنهم احنا كنا مع بعض في منتخب عسكري وفي منتخب مصر كنا بنخلص المباراة من هنا وبعدين نطلع كلنا على معسكر واحد يعني ممكن مثلا أنا أبقى مثلا مع أحمد رمزي لعيب نادي الزمالي في قضاء واحدة ممكن أنا وكابتل ناسا انتار إيحيا في قضاء واحدة أنا وحمد عبدالطي في قضاء واحدة المهم ما حصل خناءة جامدة بين بعض لعيبة نادي الزمالي وكابتل مصطفى عبدو الخناءة دي كان فيها من الطرفين يعني بعض المناوشات حصل خطأ يعني أحد لعيب نادي الزمالي يعني بسق علي على وش وأنا بكنله كل التأدير واحترام وكتعلقتي به مش عايز أقول لكم هايلة لا فوق الممتاز كنا بنطلع من المنتخب العسكري أو منتخب مصر بنيجي على ماتشات أهلي وزمالك نلعب ضد بعض وبعد الماتش نسلم على بعض قبل الماتش ماينتي حصل الموقف ده أنا فجئت يعني هو حصل بعض التطاول ضد كابتن مصطفى عبده فأنا رحت بقول يا جماعة اللي بيحصل ده عيب ده كابتن مصطفى كابتن مصر فالمهم كانت يعني يعني حصلت حاجة مش كويسة بالنسبة لي فأنا ما تكلمتش والله أنا كل اللي أنا قلته تقوله ما يشير الله يسمحك يا عم أنت زي أخويا بس طلعنا من المباراة دي على مباشرة ما روحتش البيت طلعت المباراة دي مباشرة على معسكر المنتخب العسكري مهم لقيت حد بيخبط على باب الأهد لقيت أحد العيبيني نتزى مالك اللي هو عمل معايا الواقع دي وأنا بكنله كل التأدير واحترام وأنا لحد دلوقتي على سلق وثيقة بي وجاي بيعتذرلي وقال لي أيمن أنا أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي أنا آسف جدا 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 وأرجو أنك تابع الاعتذاري وجي بس دماغي إحنا أصلا كلعيبة ولعيبة النادي الأهلي بصفة خاصة بصفة خاصة لعيبة النادي الأهلي عندها حتة التسامح دي بطريقة رهيبة طول عمرنا متسامحين طول عمرنا ما بنسقش الحد وملناش دعوا بحد إحنا دينا فرقيتنا وبس وجمهورنا نفس الحكاية أتمنى أن جمهورنا ما يصدقش الشائعات اللي بتبتأل عننا أتمنى أتمنى أن جمهورنا يفضل ورا فرقيته لحد نهاية المطاف ما يهمناش في نص السكة تحصل شوية مطبات شوية صعوبات لا ما أنا كجمهور مش معاك على الحلوة بس أنت كجمهور عودتني أن أنت على الحلوة وعالمرة معايا طيب أنا خلصت كل اللي عندي هنطلع بقى دلوقتي لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ديوفنا الكبار ونجمنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال أرغوكم انتظرون اشتركوا في القناة 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 سريعاً واحنا عارفين المنشات القمة دي بطولة خاصة ايه رأيك في الضغط اللي بتعامل اليومين اللي فاتوا على الكابتن أمين عمر لا انا سامع ان كابتن أمين عمر بيدي ضربات جزاء كتير اول الزمالك وفي نفس الوقت بيقول عليه اهلاوي ضربت الامور عليه يعني ربنا احنا جيبنا مرقام كمان بقولك ربنا اكون فقونا فالنهارده يقدر كابتن أمين عمر يثبت اه ان خلاص تحكيم المصري بخير اه وتقدر مباراة القمة واي مباراة ليها شكل حساس في الدوري او في اي حتة اه انتهينا بقى بموضوع الحكم الاجنابي ده فهما في بقدين الحكام النهارده بالهدوء اللي شفناه اه محمود البنة البنة عمل مباراة عظيمة خدت بقى وبيعمل مباراة احنا كنا هنا بنشيد به راجل هادي وبيدي قرارات مفيش انت اه ما تحسش ان فيه اي حاجة كلها بياخد حقه فالنسبة لتحكيمه والحاجات دي كلها في ايد الحكم وهدوء الحكم وما يتأثرش باي كلام زي ما انت قلتيني دلوقتي ان الدنيا مقلوبة اه في السوشيل الميديا عايزين يعملوا اي حالة عشان بس ما لو حسب ضرب الجزائي هنا لازم يحسب ضرب الجزائي هنا لو فهام قصدي فبيبقال الشكل ده احنا متعودين عليه من دلوقتي يعني من زمان قوي يعني قديمة قوي قديمة قوي يعني بالتوفيق لكابتنان عمر النهاردة ان شاء الله وتبقى كمة مصرية باذن الله في كل شيء صحيح كابنعلاق شايف ازاي تبقى واخد حقك وزيادة وحتى الاخطاء اللي بتحصل في صالحك وطالع عمال توجه كلام وضغوط على حكم مباراة النهاردة وتتهمه كمان بينه اهلاوي هاي بص عيما هي بتبقى الحرب اللي برا الملعب وغالبا هو بيركز فيها قوي لان هو ما عندوش صقة في الحرب جوه الملعب فيبدأ يعمل ضغط على اسباب ممكن تحصل ان ممكن ده الحكم مش الحكم يعني كلام في علم الكرة الوقتي بقت قديم قوي وما بتعملش هفكة النتيجة وشاف ان الحكام حكام حتة الضغط عليهم دي لا او شاف يعني المباراة اللي بتكلم عليه كابتل بانا اضرب بامتياز وعدين فيه فيه عنصر دايما مهم جدا وفي صلح الحكام ما فيش جماهير صح دايما اللي بقى الضغط الضغط على الحكم مع جمهور نفسه جماهير اذا كان اهلي او زمال كيابت ما عاملت ضغط على الحكام لكن الحكام المصريين في بعض بتأثروا في بعض لا اللي شايفه صح بيحكم يعني الموراة السابقة فيه بنال حاسبت على النادي الاهلي النادي الاهلي ما اعتردش على حاجة خالص الموضوع تماما وصخة كاملة في الحكام النادي الاهلي ما عملش ضغط على الحكام لان النادي الاهلي عنده صحة في لعبته هو عنده الضغط اللي بيعملوه في الملعب ضغط برا للملعب ده هيجي عليه وقت تسعة ونصف مالوش لازمة ده نعايز اقول لك حاجة جدا احنا طول عمرنا طول عمرنا ودي سمت لعيبة النادي الاهلي حتى لما بنيجي بنعتارد على حاجة الاعتراض بيبقى بكل أدب في الملعب دي طبيع لا ده زي كان لعيب او اداري او حتى حدي بيتكلم باسم مجلس دولة النادي الاهلي بتلاقي الموضوع اولا محترم جدا وطلع بالصيغة رسمية مش اي حد بيطلع يتكلم وده النادي الاهلي ايمن ما هو النادي الاهلي غير حطة الملعب وكرة وبطلات وهو ده النادي الاهلي في احترام وفي أدب وفي تقليد وفي عاداته حتى ما بيجي يتكلم او بفي حاجة عايز يعترض عليها ما بيطلعش واحد كده اللي واحده انا بقول كذا لا 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 بتلاقي في مجلس دارة في اجتماع وتليه في بيان رسم بيطلع بمنتهى الاحترام وبيقدر الناس كلها عشان كده هو ده النادي الاهلي عشان توصل للنادي الاهلي يا ايمن الموضوع مش موضوع كرة وبطلات عشان توصل لنادي الاهلي انت قدامك عمر كبير جدا عشان توصل للكيان النادي الاهلي نفسه الكلمة مش الكلمة مسهلة كيان النادي الاهلي لا مش كلمة بيجيش كده مو بيجيش على فكرة من سنة واثنين وثلاثة مجلس دارة لا 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 دي مجلس ادارات متعقبة وكله بييجي سبحان الله على نفس المبادئ ونفس الكلام بتاع النادي الاهلي إنك أنت بتعمل كل حاجة عشان إزاي النادي الأهل ده في أعلى مكانها بغض النظرنا عاش خاصة فسحة عشان كي بقولك هو ده النادي الأهلي اتكلم وهم كل حاجة لك أنا دايما رضي في الملعب أنا عندي ثقب في الملعب برا الملعب بقولك هنتكلم وصوشال ميديا ودينات قلب لحد تسعة ونصف أوم حاكم يصفر صح 11 ده 11 تفضلوا وخلي بالك إحنا بنحترم جدا جدا طور عمر النادي الأهلي بيحترم ويقدر الحكام مصريين وعمرك ما تكلمت على الحكام واحد بقولك يا أيمن المباراة لتاعت كابتن بنا بقولك بنالتي مفيش حد تتكلم فيها ما إني عارف لو كان حصل حاجة تانية لكن هو ده النادي الأهلي أيمن إنت النادي الأهلي كل واحد دي منظومة كبيرة أو بسرعة كده واللي بنجح المنظومة دي كل واحد عارف أنا إيه دور في الحتة دي عشان كده هو النادي الأهلي كده صحيح كابن عادل طبعا بعض الحكام بتتأثر بالضغوط دي طبعا يمكن الفترة الأخيرة حتى أخطاء الحكام اللي هي غير متعمدة يعني إحنا بنقول هنا دايما غير متعمدة وإحنا حطين ثقاتنا في الحكام المصريين ولكن كلها في اتجاه واحد حتى الأخطاء بتخدم الخصر قبل ما بتخدمني بالعكس دي بتضريني عشان كده النادي الأهلي طالب بحكام أجاني طب بص يا كابتن خليني الكابات نتكلمه الكابتن شريف الكابتن علي تكلمه في جزئية بالنسبة للضغوط بتاعة الحكام وإزاي الساعة تسعة ونصف زي ما اتكلمت قال إن الموضوع بيبتدي والمباراة بتبتدي خلينا ناخدك لجانب آخر عارف إيه هو إنه في النادي الأهلي دايما اللي بيتكلم عن القورة ومش مجالس إدارات ولا ناس بره منظومة يعني بره بيديروا القورة بس من بره ملهمش بالقرار إن هم بيتكلموا لكن في أماكن أخرى مباح ليه ومن يتكلموا في أي حاجة عشان كده التخصصات والشماعات بتتعمل خلي بالك هو نوع من الشماعة المسبقة في أي وقت بيتقال على الحكام المصرية إن لو جبنا حكام مصرية هيساعدوا النادي الأهلي رغم إن أنت لو مسكتي مثلاً نادي الأهل السندي دربط الجزاء بس النادي الزماني. عارف لو حصل العكس كان زمانهم قالوا عليك ان انت بص حتى الفار كماني كافتر. انا بقولك انت الفار يخلي عنده دم ويروح للاهلي ويبحث حالات الاهلي. عمره ما بحث حالات الاهلي. بص ركز يا كابتن في الموضوع ده الحكم اي كورة سهلة على النادي الاهلي يجري برة يتفرج عليها الاول. اي كورة للنادي الاهلي يعني يوم لما بيروح للفار كل تلات ماتشوف بيروح مرة. يا راجل ده الاول عيب عطس من النادي الاهلي هيروح يبص في الفار. وبيروح. ليه? لانه هم مش ضغط ولا حاجة. هو دايما القوي والبطل. لما تدي عليه حاجة انت فاهم? هتتصيط اكتر. وده وده فكر وده مدرسة. انت فاهمني? ولكن الحكام بقى نرجع. في حكام ما بتخافش. وفي حكام بتشوف اللي قدامها. وفي حكم من الحكام اللي مثلا احنا المباراة اللي اللي فاتت شوفنا. احسن من الحكام الاجانب اللي جم حكموا مباراة قمة عشر سنين اللي فاتت. صحيح. عارف ليه? رغم انه حسب على النادي الاهلي بنالتي. اي. وهو بنالتي ممكن يمشي. يعني يعني هو بنالتي بحقيقة. لكن في البنالتي فيه فكر عالي ما قيم ح quêقى. او من الحكام ومن الفر اللي يجيبهم. اه تدعل على اللطف. ما تدهوش على اللعيب رمي ربيع. اه رمي ربيع. اه. ولكن في الآخر احنا عابزين نتكلل. مين الليki بيتكلموا وبيضغط الحكام. الناس عاف عليه من الزمن في الكرة. يقعد قوي عن الفكرة. عصket وفي حاجات جديدة نزلة السوق ما مش عارفينها. onion. انت عشان تضغط حكام ماتبينش قوي انك انتبت بالعكس انت انت تلمح من بعيد وتدي وعيد بس يعني اللي هو ايه نرجو ان الحاكم يبقى كويس نرجو ان يشيل فكرة اللي هي بيتقال علي انه بيساعد الاهلي يدي الفرقتين حقهم اه يدي الفرقتين حقهم ده الفكر الجديد لكن القديم بقى الحاكمة اسلام نا والحاجات دي ايه بلدي اوي حسين لا ايه بس اكابت اني يعني عايز اقولك حاجة اكابت اني علاء الكلام حلو او عجبني لك لسه بادري اوي عشان يروحوا للنادي الاهلي مش عشان بنانا تأميله لا التخصصات احنا بنؤمن بالتخصصات يعني تلاقي من اكبر راس في النادي مايتكلمش بحاجات مش بتاعته الاقل واحد في النادي مايتكلمش بحاجات اكبر منه في تخصصات في تخصصات وهي دي الانتظارة وانت وانت المشكلة كرة القدم انا بقولك بمنتغى الامانة معظم لعبة مصر بقى شبه واحد معظمهم كلهم متشابهين ما عادة ادارات هنا وادارات هنا هنا بيهيقلك المجال وهنا ما بيهيقلكش المجال هنا بيبقى في استقرار هنا ما بيبقاش في استقرار ولكن في الاخر عاوز اقول لحاجة الحكام لازم سمعتنا تبقى كويسة الحكام لما يحكمه اهل وزملك سمعت الحكم لمصر كويسة لقى نادي من منزول كورة القدم هذا عادل اكيد بدليل دايما بيتفرج لما بيقوزوا حتى مبارات خارق في افروخي ولا اينا مبارات صعبة جدا بس انت عارف يا كابتن علاء اللي بيحصل لما ييجي انت برة تقول مبارات اهل وزمالك بحكم اجانب يطلع في دماغك على طول ان عدم الثقة في الحاكم المصري فلما الحكام المصرية هي اللي بتحكم اهل وزمالك اكبر درب في العالم العربي مثلا يبقى انت حكامك بخير هتلاقي الايام الجاية هاي ديوم اه بس اخد بالكابتن برضو الكلام ده مجاش من فراغ يعني الكلام ده جيه سنين سابقة كان مفيش ثقة في الحكام وفي نفس الوقت الاختيارات غلط انت برضو زمان ما كانش في الاختيارات الصائبة ما كانش الاختيارات الموفقة بالنسبالك كان برضو المعايير بتاع الاختيارات بتاعت الحكام برضو ما كانتش على ادقة حاجة النهاردة مثلا ما يبقى عندك الجاب الكبير بتتكلم في ده عشرة وقنالة للزمالك مقابل اتنين الاهلي ومع ذلك النهاردة مين اللي طالع في الجارات بيتكلم مقابل تلاتة اسفك مقابل تلاتة للاهلي ومع ذلك مين النهاردة اللي بيقول لك احنا الحكام وخايفين وقلقانين ومرعبين هم مسؤول الناد الزماني بس في نقطة حلوة قوي لصالح الحكام دلوقتي ان زي ما كانتنا على قال عندهم فرصة كبيرة المباراة من غير الجمهور زي كان مئة وعشرين الف متفرج بتفرجوا علينا الحكام تنزل تموت تترعب بها ضغطة لكن دلوقتي ما فيش فانا اقدر اقول لك انه في احنا بنأسس لحاجة جديدة انا بتكلم عشان كورة القدم في مصر وصناعة كورة القدم في مصر لان الحكام من اكبر العناصر المؤثرة في صناعة كورة القدم صحيح طب كابتن بلال من الضغوط اللي بتتعمل على الحكام اليومين اللي فيته دول ازاي الحكام ينزل يتخلص من الضغوط دي بمجرد ما ينزل الملعب خد بالك بص يعني هي ثقة الحكام في نفسه وفي امكانياته في قدراته زي زي العيب بالزبط انا نهاردة انا داخل بالعب مباراة قيمة كلاعيب يعني كلم كلاعيب لو انا ما عنديش ثقة في امكانياته فقدراته وعندي ثقة في زميلي نفسه مش هعمل مباراة كبيرة صحيح لو انصر من العناصر المميزة اللي انا بامتلكها قل بالنسبالي مش هعمل مبرها جايذا كذلك الحكام لو انا نهاردة ما عنديش ثقة في امكانياتي الفنية ما عنديش ثقة في قدراته البدنية دي حاجة مهمة جدا، ما عنديش ثقة في الاثنين اللي موجودين معاなんです مساعدين هعمل مباراة غير جيد. يعني هعمل مباراة سلوية. هبقى عندي مشاكل كبيرة جدا. المهم يبقى عندك صغف نفسك. كما تنقاله. النهاردة انت بتلعب من غير جمهور. وانت بتلعب جمهور. ممكن تحسب الحاجة صحة 100%. وجمهور معترض. عادي جدا. للثبات الانفعالي بتاعك. موجود ولا مش موجود. عندك ثبات انفعالي ولا لا. دي مهمة جدا جدا بالنسبة للحكم. لو صفرت كورة مثلا وجي مدير الكورة اعترض. ولا اللعيب نفسه اعترض. ولا الفرقة كلها اعترضت. النهاردة الحكم في عوامل مساعدة. زمان ما كانش في كده. زمان كممكن تحسب بنالتي. خلاص انتهى هو قرار واحد ما بترجعش فيه. وكانت كارثة بالنسبة للحكم. فالنهاردة عندك عوامل مساعدة. فالحكم اصبح يعني الامر بالنسبة له يكاد يكون سهل. الكارت الاحمر بيساعدك في الفار. البنالتي بيساعدك في الفار. يعني في حاجات كتيرة جدا جدا. عوامل مساعدة بالنسبة لك. فلو انت ما استغلتش امكانياتك. الفنية. رؤيتك في الملعب. تحركاتك الجيدة. ثقتك بنفسك. يبقى ما ينفعش اتحك. في الوقت اللي احنا فيه ده. في الوقت اللي احنا فيه ده كده. يعني النهاردة. النهاردة كابتن على الباب. مثلا البلال شريك كابتن شريف. كابتن عمير عمر راح فكرة الحكامة الممتازة. طبعا. 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 خلي مرات النهاردة على لوحدها. دائما تشاهد له بالكفاءة. معترضين عليه ممكن عشان شبه شادي. شبه شادي بس شادي اكثر. بعدين اهلاوي وزمالكاوي. طول عمر الكرة فيها حكم اهلاوي وحكم زمالكاوي. طبعا. طح. بس مجرد ما بينزل الملعب. خلاص. دي ميزل انتماء. هل هل النهاردة كابتن معلش. نهاردة لو حكم امين عمر النهاردة واجاد. زي ما قبل كده البن اجاد. هل مش كلنا هنرفع له قبعة. طبعا. هل مش ده هتتحسب نقط بالنسبة له. طبعا. ونسمى كس العالم وبعد. والبطولات الاولمبية وما الا ذلك. ووضع طبيع كابتن. كابتن محمود البنة لما حسب علينا البنالتي. مش اشهدنا به في نهاية مبارا. طبعا. وقدى اداء جيد جدا وكان اداء رايح جدا. انا بشوف الحكم. اللي يعني يخيب او يخطئ مع الظار. يعني المفترض ما يكونش الوجود على ساحة التحكيب. صحيح. اه والله العظيمة. مش معقولة. انت النهاردة يعني معاك عامل مساعد مهم جدا. في الكارت الأحمر. وفي البنالتي. يعني اهم قرارين في الماتش. اهم قرارين. اللي ممكن يحصل في يوم جادة. بالضبط. اللي هم فيه هم مشاكل. انما مسلا فاول في نص ملعب ملحوقة معقولة. يعني مقبولة. مبلوعة. تمام مش مؤسرة. لكن النهاردة. لو انت واخد بالك في بعض الاوات وبعض الحالات. بتعتمد على زكائك وفكرك انت. ان انت فيه النهاردة فيه كورة كابتن زي كورت الزمالك كده مثلا. الزمالك كان بلاق اللي هي جاد. سموحة. زمالك وسموح. في ايده كده. جريشم صفر بنالتي. ما دي مش بنالتي. ما دي بقى ترجع لخبرتك انت كحكم. ودراستك للقانون الجايد. وقرارك. تمام. قرارك اللي هو ما بخافش. خلاص انا شايفة ان هي مش بنالتي. زي ما بحسن في كل اوروبا. يلا. مش لازم ترجع فيه. لا انتزك عميش الهابل اللي فات. ما تسموح. هو ما تسموح. يعني فيه اوقات انا بشوف في اوروبا مش لازم يرجع للفا. خلاص هو قرار. هو شايف. ومهما اللعيبة اعترضت. مفيش هو انا خدت القرار السليم لان انا عند الرؤية السليمة المصبوطة. مصبوطة. تمام. انما النهاردة كل كرة ما هو كل لعيب النهاردة عايز يوقع في التمنتاشر. عايز الكرة تخبط في كتف لعيب. عايز يجري تشوف الفاورو النبا كابتل حسين بابنالتي. لا كلام دا مش تليم. لا واعرف الايام دا اللي بيحصل ان هما الحكم والفار بيوراتوا بعض. يقول له تعالى تفرق. يعني فيه حاجات تبص تلاقيه يقول له. صاحب القرار بقى. الفار بقى صاحب القرار. لا هو اللي صاحب القرار هو لو شاف لانه الحكم بياخدها في ثانية في الملعب. لكن انت ممكن دلوقتي انا بتكلم على الحكام الهدام بيحسب القرار في ثانية. طبعا. لكن دلوقتي عنده خمس دقائق. اشار حكم دلوقتي في تقريبا من اشار حكم في العالم. الحكم الالماني مش فاكر اسمه ايه. في اكتر من يعني في اكتر من كورة في بطولة اوروبا. كل اللعيبة بتجري عليه خلاص. لا انتهى الموضوع. انا شايف انا قدام الكورة. امبارح ريال مدريد. بيلعب على البطولة. جاله جاله بنالتي. لا بص جاله بنالتي اجاب. انت تمام وهو كان في بنالتي قبله. ليهم. وهو راح ببنالتي. الحكم عمل ايه في الاخ. ادى البنالتي لاشبيتية. وخسر بنتين ريال مدريد في السراع. حكم بجراءة قلب قوة. هي كده لازم. هو بقولك ايه لو ما فيش انتماءات. وراجل ماسك السفارة. ونادي رايحكم طبيعي. الشغل بتاعه زي مال علاقة ده عاكم قويس جدا. انت ناشى مشاكل فيها. صحيح. اللي يتكلم يتكلم بقى. واللي يقول يقول. لان عمرنا ما حنتقدم بقى بالشكل ده. حنفضل بقى نقول تاني للناس اللي هيك هتعايزة حكام اجانب ومش حكام اجانب. نا احنا ماشيين كويس هول حمده. صحيح. طيب قبل ما نخش بقى على اجواء المباراة. تعالوا مع بعض نروح لزماننا الاعزاء فاروق صلاح وكريم احمد من منعب المباراة. ونشوف اخر التطورات للاهلي والزمانة. فاضل يا فاروق. هيا لك كابتن ايمن وكل التحية لكابتننا الكبار. كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد دابلال ويعني استوديو مدجج بالنجوم. وكل التحية طبعا لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. وبإذن الله وبمشيط الله القمة 122 تكون باللون الاحمر وكل التوفيق لفريد النادي الاهلي. يعني خلينا اقول لك كابتن ايمن اللي دا وصلنا للاستهاد القاهرة اللي بيتزاين النهاردة لاستقبال للقاء القمة 122 بين الاهلي والزمالك. طبعا النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت كان فارض حالة من السرية على تدريبات النادي الاهلي. طبعا لدى وصلنا للعبين خلاص في حالة ثقة في حالة تفاقل فيه يعني يعني كابتن مستر بيتسو موسيماني اشتغل مع اللعبين على الدوافع النفسية واستغلال الدوافع النفسية لمستر بيتسو موسيماني وتفوقه على الزمالك وتفوق اللعبين على الزمالك في الفترة الأخيرة يعني لدى وصلنا ايضا كان موجود طاقم التحكيم بقيادة امين عمر اللي كان حريص انه يتفقد ارض الملعب برفقة يعني الطاقم المساعدين يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح واحمد الغندور ومحمود عشور ومحمود بسيوني يعني كان لها اللقاء مع كابتن امين عمر احنا النهاردة ان شاء الله نتمنى ان الفريتين يساعدون ان احنا نطلع بلقاء يليك بقرة القدم المصرية وانأكد كفاءة التحكيم المصري لسنا مع احد اهلي او زمالك احنا النهاردة يعني كل فريق هياخد حقه ايضا كان في حالة من الثقة ايضا عند طاقم المساعدين والمشاورات اللي بتتم ما بينهم يعني من لدى وصلهم للاستاذ القايرة زي ما قلنا استاذ القايرة بيعتزين النهاردة ان شاء الله خلال لحظات مستر بيتسو مسماني هيعلن التشكيل اللي يخوب بين نادي الاهلي هذا اللقاء زي ما قلنا كابتن ايمن ان مستر بيتسو مسماني كان حريص في الفترة اللي فاتت وايضا اليوم على الجلوس مع اللعبين وجلسات فردية زي ما قلنا جمعت بين وبين الجميع اللعبين سواء السلية وسواء اليو ديانج سواء حمد مجدي افشا وايضا محمد شريف وطاهر محمد طاير وقال للعبين لازم نستغل زي الفرصة ولازم ان احنا نركز ولازم ان احنا نقرب اكتر واكتر بالفوز على فريق الزمالك وايضا مش عايز اللعيبة تركز خالص في مباراة ساندونز قال احنا عندنا خطوة مهمة خطوة الزمالك لما نخلص مباراة الزمالك نبدأ نفكر في مباراة ساندونز طالب من اللعبين تماما عدم النظر لمباراة ساندونز والانتهاء من مباراة الزمالك ثم ان شاء الله النظر لمباراة ساندونز أنا موجود معك يا كابتن أيمن لو فيه أي استفسار أو أي تساول دي كانت كل الكواليس من هنا من أستاذ القاهرة الدولي شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح ومن فاروق نروح لكريم أحمد ونشوف أخبار نادي الزمالك قبل المباراة فضل يا كريم برحب بك طبعا في البداية يا كابتن أيمن شوي كل التحية لك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان قبل طبعا نتكلم عن كل الأخبار والكواليس الخاصة بها دي المباراة كل التوفيق النهاردة ليه النادي الآلي في مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة هتفرق مع نادي الآلي بشكل كبير جدا سواف بطولة الدور العام ومنها التحدي الأكبر إن شاء الله فيها البطولة الأفريقية تلاحم كبير وضغط كبير ليه المباراة لكن إن شاء الله بإذن الله توفيقكم على بيتنا النهاردة بإذن الله السقة بنأكد عليها في كل مرة الجهاز الفني يا رب يكون حضر اللاعبين بشكل جيد وأيضا كمان تكون رغبة ودوافع كبيرة جدا للنادي الآلي في 90 دياب بيتمناها إن شاء الله يكون من نصيب النادي الآلي نقاط المباراة يكون أيضا كمان من نصيب النادي الآلي والأداء الممازلي بيتمناها كل جماهير النادي الآلي متوجدين يا كابتن أيمان كالعادة طبعا في أستاذ القاهرة اللي بيستقبل هذه المباراة وصل الفريقين بالفعل يمكن نادي الآلي وأيضا كمان نادي الزمالك نحن عارفين طبعا يمكن نادي الزمالك بيتصدر طبعا جدول بطولة الدور العام لكن هذه المباراة ليس لها حسابات على الورق ولا الأرقام ولكن حساباتها يكون فيها المستطيل الأخضر إن شاء الله النهاردة 3 نقاط دولها يساعدوا النادي الآلي بشكل كبير هيقرب ويتصدر من جديد بإذن الله لبطولة الدور العام وده الشكل الطبيعي والأورف المعتاد عليه من جمهور النادي الأهلي نهاردة يمكن مستر باتريس كارتينون كان حضر لعبة نادي الآلي بشكل جيد جدا طبعا للمباراة يمكن هو دخل معسكر مغلق ابتداء من يوم الجمعة جمعة وسبت تدريبات كانت أربعة عصرا قبل الفطار يمكن رجل بيحاول أنه هو يجهز اللعبين بلعبهم في أجواء صعبة شوية لفرد مزيد طبعا من التركيز لكن يعني كل اللي بتمنى إن شاء الله بالنسبة لهذه المباراة تكون مباراة تخرج باسم النادي الآلي وباسم النادي الزمالك ما يبقاش فيه أي أمور تعكر صف وهذه المباراة 90 دقيقة فقط الفير بلي مطلوب جدا وأيضا كمان بنتمنى الحكام وطاقم التحكيم بالكامل يكون فيرب على الجميع على نادي الزمالك وعلى نادي الآلي لكن لو بنخص النادي الآلي بتمنى ناخد حقنا النهاردة فيه المباراة كل الأخطاء التحكمية واردة لكن التركيز مطلوب للطاقم بالكامل يا رب يا رب النهاردة إن شاء الله لعبة النادي الآلي يكون في قمة تركيزها ومنتظرين إن شاء الله المسندة الكبيرة من جمهور النادي الآلي وتوفير ربنا إن شاء الله يكون معنا ونقدر نحصل على نقاط هذه المباراة أعود لك كابتن أيمان من جديد شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد وبالتوفيق النادي لأهلي إن شاء الله هنروح لفاصل وبعدين بقى نكمل كلامنا عن أحداث المباراة مع جمهة كبار أرجوكم انتظرون مرحب بيكم مرة تانية عزيزة مشاهدين كابتن شريف مباراة قمة ملهاش أي مخيص شريتين كسبانين آخر ماتشين اتنين واحد الاهلي كسبان الاتحاد والزمال الكسبان سموحة وتقريبا النادي لأهلي قدم عرض جيد ونادي زمالك قدم عرض جيد بغض النظر عن أخطاء التحكيم ولكن مباراة النهاردة ماش مخيص هل الفرقتين بيسعوا للفز من بداية المباراة ولا حنشوف فريق منهم زي مثلا كارتيرون ما بيلعبش أبدا ضاغط من قدام هل من النهاردة ممكن يبتدي يطمع في المباراة من البداية ويدغط على النادي لأهلي من البداية قصة كابتن أيمن النهاردة مباراة اللي حيدافع فيها كويس هو اللي حيبقى الوجود وهو اللي حيكسب اللي حيستغل أنصاف الحلول في الفرص اللي بيجيله أعتقد هو اللي حيبقى على الساحة متفوق وعنده الأسبقية في الوجود في الملعب ففي تعليمات النهاردة زي كان كارتيرون ده كان الأول يقول لك ايه أنا حصطد النازل أهلي وعمل كونتر أتاك وابتدع بدله ده في المباراة اللي هو كسبها أو بقيت علامة بالنسبة عنده هو إنما لما بنشوف النازل أهلي هو اللي بيضغط عالنازل مالك في أول دقيقة وبيروح بتضيع كورة في أول ثانية وفيه ضغط أو تعليمات من المدير فني تعليم النازل أهلي إن هو مش عايز يدي مساحات لنازل مالك مش عايز يدي تفوق ثاني زي ما حصل قبل كده في نص الملعب فهي أنا شايفها طبعا الفرقتين منهكين جدا ضغط كل 72 ساعة مباراة وخاصة النادل الأهلي فالنهاردة الشكل الأنسب والأهدى اللي هيبقى موجود في الملعب أعطاك الده هو اللي هيديك النتيجة النتيجة أنا حاسس النهاردة إن الشكل الهادي في دفاع المنطقة بالنسبة نص ملعب ودفاع أي فرقة منهم هما دول حيكون ليه متفوق ليه يعني دا اللي بيدي عملية الصقة نفسها لذا كان الفرود اللي جاي حاسن فيه ظهره آآ ظهر متين سطارة آآ قطع كل حاجة رايحة يعني ليه دايما بنكلم على ديانج عندنا في نهات القلي بيدينا دايما إحساس إن هو حتى لو كرة قطعت مننا إن في حد بيقدر يعمل فولو بيقدر يجري بيقدر يجي يمين ويش مال آآ بيخلي السلية حتى يفكر آآ ينطلق في الملعب زي ما عايز بإمكانياته اللي هي موجودة فأنا ما بقى يعني ما تشي أهل الزمالك ما بشوفش غير أداء كل لعب هو اللي بيحدد لنفسه الشخصية بتاع طوله في الملعب آآ ناحيش في مال مسلا في نادي الزمالك إحنا بنحترمها جدا آآ أشرب بنشرق بي موجود فيها لعيب كويس قوي فلازم من مدير فني بتاع نادي الأهل يبقى عارف إن دا لعيب مفتاح لعب النادي الزمالك يعني نادي الأهل النادي الزمالك فمش هينفع آآ إن أنا بقى شايف حاجات في الملعب في نادي الزمالك وحاجات متفوّقة وكلا وأنا بقى مش نادي العامل حساب الحاجات دي كلها لازم بقى فيه دراسة فنية وإحنا كلما بيجي ناخد التعليمات بتاعتنا يقول لي آآ مين أخطر ناس في الزمالك نقول فلان وفلان وفلان فلان حيمسك دا وفلان حيحاول يعمل كذا وإحنا بيقول لك أنتوا بقى إن شاء الله مين اللي حيقدر يمسكك أنتوا فميبقى كل واحد عنده مفاتيح للفوز ومفاتيح لللعب ومفاتيح كل حاجات بيتباني يا كابتل آيمن زي المطش اللي إحنا اللي فاتل دا بيتباني من أول عشر دقايق الشكل بتاعت اللعيبة نفسها حتى نفسية اللعيبة في الملعب دخلة بمفهوم إيه النهاردة هالنا الزمالي داخل بريفنج وداخل حيضغط هو ويعمل كل كامدة والعيبة الآيلي عندها نفس الإحساس هي اللي بتضغط وهي اللي عندها الشكل دا عندها أنها تخلص الموضوع وتخطف المباراة من الأول ودائماً متعودين من الناد الآيلي على هذا الشكل الحالة بقى اللي هي البدنية اللي انت خارج منها هي دي برضه اللي بتحدد من المباراة اللي فاتت والمباراة اللي كانت بالنسبة للزمالك والآيلي يعني إحنا شفنا تعدلات وهزائم وانت الناس النهاردة هتلعب إزاي هنقول بعد ربع ساعة وانت هتحس وانت بتتصورج الفلتين دول بشكلهم عامل إيه الفلتين دول عايزين إيه من معطيات اللي في الملعب وعندهم من التعليمات الكبيرة جداً لعيبة الناد الآيلي والعيبة ناد الآيلي اللي مطلوب من المباراة النهاردة فأنا مش هقدر أقول لك قال لحاجة إننا ضامن إننا هتفرج على المباراة مفتوحة فيها تحفظات من كل اللعيبة الكويسة وان شاء الله هاي يبقى آآ توفيق لعيبة الناد الآيلي بدنياً وفنياً ويقدر أقدمونا النهاردة مباراة كويسة سعيد بإذن الله كابنا علي ممكن كابتشريف يتكلم على آآ صراع الرغبات بين الاتنين المدربين طبعاً الاتنين المدربين عندهم الرغبات إن هم يكسبوا التلاتة بونة طب ولكن كل ما الوقت بيمر والنتيجة بتبقى تعادل هل ضف صالح حد من الفريتين يعني حد من الفريتين ممكن يقول لك لا التعادل بركة أحسن من أنا أخسر التلات نقطة أخد نقطة ويبقى الوضع على ما هو عليه هاخد آخر سؤال وهكملها كامل آخر الكلمة دي الزمالك أقرب الزمالك مش عايز يخسر النهاردة أي؟ يعني نهاردة زمالك لو أخد مش عايز يخسر تلات نقطة يعني ده ممكن يكون شعار كارتروم مش يعني شعار كارتروم النسبة الأعلى مش عايز أخسر النهاردة آآ ليه؟ خسارته النهاردة مع مورات المؤجلة النادي الأهلي بيبعد هو عارف النادي الأهلي إن شاء الله بفي مكسب النهاردة على مورات المؤجلة وبقى أول الدوري بقى الموضوع بالنسبة له عشان يوصل النادي الأهلي توقع صعبة جدا دي تفكير كارتروم هو مش عايز يخسر تلات نقطة النهاردة الى جانب هو لسه من المورد الدور الأول خسر من النادي الأهلي فهو بالنسبة له أيمن حسابات مستر المسلماني أسهل من كارتروم في الحتة دي يعني مستر المسلماني كاسبان الموراة الأولى اتنين واحد الشكل كان الشوط الأول ممتاز الشوط الثاني الى حد كبير كان يعني الزمالك بدأ يخش في الموراة خرج اتنين واحد كسب ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا النهاردة مستر المسلماني بيحسب على إن هو يلعب على المكسب عايز ثلاث نقاط كويس لو ما خاش ثلاث نقاط وأخذ نقطة مش وحش بالنسبة للنادي الأهلي لكن بالنسبة لنادي الزمالك تبقى صعب بالنسبة له إن هو كده بيفق النقاط لأنه عارف أن النادي الأهلي هو ليه مؤجلات عارف لو العكس كان بقى نفس الكلام بس عشان ناس ما تقولش بكلم أهل الزمالك دايما اللي بقى عنده مؤجلة خصوة مع النادي الأهلي وعارف مدى خيمة النادي الأهلي إن ما ببقى أول الدوري بقى مشكلة تحصله تاني هي دي لكن هما الفرقتين أيمن وكما تشاهف قالت كلمة كده بسرعة متشبهين في كل حاجة صحيح الفترة الأخيرة حتى النتائج خلي بالك حتى الإحصائيات قريبوا منهم جدا لسه أقول لك يعني آخر مبارة مثلا اتنين واحد اتنين واحد صحيح وفريتين بسكندري صحيح مبدايا بس كده بالصدفة اتحاد واسموحة ده داخل فيه 13 جول ده داخل فيه 13 جول يعني الإحصائيات كلها تليها واحدة الفترة الأخيرة تلاقي مكسب تعادل الأداء لأ لكن آخر مبارة مثلا النادي الأهلي مع الاتحاد مبارا نكمل كلامنا بس نقول تشكيل نادي الأهلي محمد الشناوي الحراس المرمى ناحية اليمين محمد هاني ناحية الشمال أيمن أشرف الاثنين اللي في القلب رامي ربيعة بدر بنون خط الوسط الدفاعي عمر السلية أليو ديانج سلاسي الوسط اليجومي طاهر وحسين الشحات على الأطراف أفشف وسطهم ومهاجم وحيد محمد شريف نقول لها مرة تانية هيبقى الشناوي الحراس المرمى هاني وأيمن أشرف على الأطراف كظاهرين في القلب رامي ربيعة بدر بنون قدامهم عمر السلية وأليو ديانج سلاسي الوسط الأمامي هيبقى طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الأطراف وسطهم محمد مجدي أفشة وقدام مهاجم وحيد محمد شريف البودلاء علي لطفي حراس المرمى محمود وحيد ياسر إبراهيم محمود كهربا مروان محسن وليد سليمان وولتر بواليا صلاح محسن وأكرم توفيق فاضلك أبنال فآخر مباراة مثلا نادي الأهلي مع الابتحاد مباراة نادي الأهلي قدها أداء جيد مش عايزة أقول لي متياز لكن مجيد أحسن من المباراة السابقة اثنين واحد ودي قد السخة شواء أيمن خصوصا أنا كذبان الابتحاد اتحاد فريق مش هاين طوله عمر الاتحاد معروف فريق من فرقة كبيرة موجودة في الدور المصري يعني حاجة في منتال قمة الاحترام ودائما على فريطة وعلى طوله دائما تدعيم ودائما تحسن من بتسمعوش خالص حاج محمد مصلحة خالص بس الاجتراج بيدعم الابتحاد كويس أولا المباراة السابقة دي أنا بالنسبة لي ادي تهدوه شوية نادي الأهلي ودفعها كويسة بغض النظر على الدفع بتاع النهاردة مباراة أهل وزمالك مش محتاجة دوافع هي الواحدها أهل وزمالك لكن انت ما تبقى خارج من مباراة التحاد وكسبان اتنين واحد وثلاث نقاط كانوا مهمين جدا ومقدم عرض كويس ومقدم عرض كويس بقولك مقدم عرض كويس بيدي ثقة أول واحد مثل المسلماني دي مهمة جدا المدير الفني بقى تطمن على لعبته تطمن على شكل لعبته واللعب بالتالي الثقة اللي بيتجيله بيبقى أهدى شوية لان دايما جمهور النادي الأهلي بس وبس دي تحط جنبها تحت مليون خط بيسأل دايما عن نتائج وبيحب الأداء انت عودته على كده بص يا ايمان النادي الأهلي سبحان الله كده حاجة لوحده معود الجماهيره على حاجتي مهمين جدا نتائج ودي الحمد الله وبطولات لكن كمان بتيجى على فترة انا عايز أداء الفترة المباراة الاتحاد طمنت الجمهور طمنت مسلماني ادت صيخة لعبه كويس قوي دخلت في المباراة النهاردة اللي هي برضو ملهاش مخيس لا انا داخل منتخل متطمن مش قلقان لان غصبا عين اللعب يسمع يا ايمان اخوصا في عهد السيشال ميديا ده بيسمع وبيتكلم ويسحوا بيكلموه ان الأداء لكن لما تبقى اخر مباراة لعبة قبل الزمالك انت متطمن جهازك الفني متطمن جماهيرك تطمنت على شكلك انك رجعت تاني لأ تخش مباراة بدوافعك الموجودة بتاعت اهل الزمالك الوحدة بدوافعك بتاعت الدور العام وعمل مباراة انت مبسوط من نفسك مهم جدا يا ايمان اللعيب بقى خارج لعيبه كورا على فكرة لعيبه كورا بقى حاسس بنفسه انا خارج النهاردة انا متطمن مبسوط عامل حسناها ديت كويس او العكس لكن النهاردة مباراة الاتحاد مديها دفع كويس او اللعيب النادي الاهلي الدوافع موجودة مصر المسلماني عايز تلات نقاط عينه على تلات نقاط الاول حاجة وده متأكل مليون في المئة منها اللعيب النادي الاهلي النهاردة عايز تلات نقاط مؤمن جدا لان هو بيبص في مباراة ايمان بتفري معك مشوار الدوري واحدة منهم النهاردة لما جدا النهاردة المباراة هتقال له زمالك النهاردة ان شاء الله تكسبها حتى ولو بدري شوي حتى لو بدري لكن بدري لكن اما تكسبها النهاردة بتلات نقاط وعندك برات مؤجلة انت هتبعد وانت دائما كده نادي اهلي معروف او ما بياخد لك خطوة خلاص ما فيش حد ان شاء الله حصله خلاص عشان كده اهمية مباراة النهاردة قبل ان نروح للكابتن عادل نقول تشكيل نادي الزمالك هيبقى عواد لحرص المرمى ناحية اليمين حمدي المسلوسي ناحية الشمال ابو الفتوح الاثنين اللي في القلب محمود علاء والوينش دمهم اتنين خط وسط دفاعي طارق حامد وفرجاني ساسي قدامهم اربعة الاربعة دول هيتشكلوا بقى في الملعب زي ما هنشوف هنشوف مع ديوفنا زيزو وشكبالا على الاطراف اوباما وبن شاري نقولهم تاني عواد لحرص المرمى حمدي المسلوسي ناحية اليمين ابو الفتوح ناحية الشمال اتنين اللي في القلب محمود علاء والوينش قدامهم اتنين وسط دفاعي طارق حامد وفرجاني ساسي قدامهم خط وسط الهجومي شكبالا وزيزو على الاطراف وفي القلب اوباما وقدامهم بن شارقي او العكس هنشوف مع ديوفنا كابتن عادل شوفنا تشكيل الفرقتين والمفروض في البداية الفرقتين من وجه نظري حيسعوا للفوز ولكن الطريقة ممكن تكون مش شبه بعض يعني احنا عارفين مستر كارتيرون طريقة واحدة فقط لغير كل المباريات هيلاعب ريال مدريد هيلاعب ألمانيا هيلاعب اي فرقة في العالم هو طريقة لعب واحد مع ان احنا سمعنا له تصرحات غير كده اليومين اللي فات لا هو بدليل هو النهاردة بيلعب بدون راس حربة ثابت بيلعب بالاربع اللي قدامه تحركين اللي هو اوباما وبن شارقي وشكبالا وزيزو ما فيش عنده راس حربة ثابت يعني اللي هو اللي تقدر تقول يلعب عليه هجمة مرتد هجمة سريعة لكن هو هيشتغل ايه اللي جاي من تحت علشان يعمل دفاع منطقيوي دي طريقته مصدوق ما معندوش يعني انا بكلمك مش مجرد ان انا رجل بحلل بس انا لعبته انا رجل ده لعبته مباريات انا عارفه فانا بقولك عليه يلعب قدامك طب هو فضوء التسكيل ده كده صغير ما انا بقولك هيدافع هيعمل زون ديفينس ويلعب على الهجمة المرتدة ما عندوش واحد ثابت راس حربة ثابت يمكن اوباما هو اللي هيبقى اكتر واحد واقف حتة في الراس حربة لكن مش هيبقى واقف هيبقى متحرك لهوا لشكبالا لزيزو طب بين شارقي بين شارقي هيكون فين في الوضع ده بين شارقي اكيد بيلعب نحية الشمال على طول وبين شارقي عدلته نحية الشمال بس هتلاقيه داخل عنده حرية النهاردة لانه هو شوفكت الاربع اللي قدام بين شارقي شيكبالا زيزو اوباما هيلعبوا بدون مركزية لانهم مش محتاجين حد يلعب عليهم الهجمة لانه هم هيطلعوا من تحت يعني شيكبالا مثلا هيكون دوره النهاردة تحت راس الحربة تحت راس الحربة زي مثلا افشة عندنا زي افشة ولكن احيانا لما كورة يفقدها ممكن تلعيف الرأس الحربة وينزل مكانه اوباما لكن الهم اللي هيتطرفوا الاتنين اللي هيتطرفوا بين شارقي نحية الشمال وزيزو نحية اليمين اما شيكبالا و اوباما يمكن هو بيساعد شيكبالا شوية في حتة ان شيكبالا يهرب لنحية اليمين عند زيزو ويدخل زيزو كراس حربة ممكن في اوقات يعني خلي بالك علشان هم بيحبوا التجربة وبيتفاقلوا دايما باللي بيحصل قبل كده يعني الدليل انه هو ممكن يلعب لعيبة لعبة في المباريات اهل وزمالك كانوا كويسين وممكن ميكونش ماشين كويسة يرجعهم للتشكيل زي مثلا شيكبالا هو متفاقل ان شيكبالا جاب جنين في المرشين الاكرانيين فيقدر يجيب جنين خلي بالك شيكبالا بص تلاقيه رامي نفسه ناحية اليمين في البداية على طول وهياخد زيزو ويحط زيزو في الراس حربة و اوباما يبقى تحته وبعد شوية بص تلاقي شيكبالا يدخل في نص الملعب تحت الراس حربة ويطلع زيزو برا لكن في الاخر الامر اللي انا عايزة اتكلم عليه ازاي موسيماني يقابله علشان يقابل طريق الكارترون لازم يلعب لعبه هو ما يضطرش على لعبه لانه اللي بيلعب على الكارترون بيخسر دي حقيقة يعني اللي هو ايه اللي هو انت شايفه بيدافع طول الوقت فانت تحجمه بشراسة لا هو انت المفترض انك تلعب معك توازن وتهدى عليه شوية حدا مما توصل لاهدافك هو ما عندوش البلان بيبقى هو عمت المسلماني بغير شريقته يا عادل اه 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 يعني مسلماني في كل مباريات اهل زمال غير بس هو يلاقي ناردة كابتن على مشكلة مشا هو هيتخيل ان كارترون هيهجمه اسايا بس وكارترون تبصك لي ما بيهجمش انا بكلمش هيتخيل هو كارترون هيهاجم ولا سبتكلم على انت النادي الاهل عمتن يعدي انت بغير شريقتك هاي بتلعب كل مباريات بطريقتك انت بشكلك انت انت النهاردة تتكلم على الكارترون هو لمغير انك انت بتغيرش هو ما بيغيرش هو بيلعب لعبة واحد كارترون اه مش فهمني مغير في الشكل اه اه انت النهاردة ما شرحت الاربعات وكلمة الممتاز طبعا ما فيش تسحار بسابت ما عندوش تسحار بسابت فهو هو المغير في شكل الشكل جوه الملعب المهام نفسها لكن النادي الأهلي زي أنت بتكلم عن مستماني ما بيغارش طريقته هو هنا اللي أنا عانسة أتكلم عليه على مستماني لما تيجي أنت وقت من الأوقات بتلاعب مدرب محير بيغير بيشتغل بتبقى عندك صعوبة شوية إنك أنت تلعب استميشا معاه إزاي هيعمل إيه النهار لكن لما بيبقى فيه واحد نمطي وزي كارتلون معروف طريقة لعبه فإنت اعمل طريقتك بس بشرط إنك أنت تقفل عليه حتة إيه المهارة اللي عنده في الجزء الأمامي لأنه عنده لعيبة كويسة في الجزء الأمامي دي حقيقة ولازم نعترف بها تماما عنده ناس عندها سرعات قدام ناس فوتبولر بيعرفوا يمسكوا الكرة تحت رجلهم أوباما شكبالا بأزيزوا سرعات وبنشرق سرعات فعنده كوكتيل جامد من الحتة اللجومية فيجب يقفوا كويس ويلحظوا كويس والمدافعين بنون ورامي وأيمن وهاني لازم يبقى عندهم ويقظة جامدا لأنه مش هيعملوا حاجة إلا بالكورة الفردية أنا عندي كلام تاني حقوله لك برضو بس هقوله مع كابتن بلال كابتن بلال النادي الأهلي النهاردة في النواحي الهجومية أو كابتن عادل تكلم على النواحي الدفاعية ولكن في النواحي الهجومية هل هيشتغل من القلب وإحنا عارفين إن في أخطاء كبيرة جدا في القلب بين محمود علاء والونش وإحنا استفادنا منها الماتش اللي فائد ولا حيبا فيه تنوع وحنشوف من ناحية اليمين أو الشمال تقدم لأيمن أشرف مثلا في بعض الأوقات أو تقدم لمحمد هاني في بعض الأوقات ولا زي ما قال عادل كده يخلي بالهم قوي قوي إن هم في النواحي الدفاعية واحد حيقف وراء وياخد باله كويس قوي من زيزو واحد يقف وراء كويس قوي وياخد باله من شرقي وحيضغى الجانب الدفاعي على الجانب الهجوم لا ما أعتقدش من الجانب الدفاعي ممكن يضغى على الجانب الهجومي خلينا أبتديك من الأول الأهلي عنده ثقة أكبر بكتير جدا من الزمالك عنده ثقة لأسباب كتيرة جدا أولا المبارادي لصالح النادي الأهلي أنت بينك وبين الزمالك زي مال كابتن علاء من شوية قال أنك بينك وبين الزمالك أربع نقاط وانت لك مبارتين مؤجلتين فالنهاردة تتعادل لصالح النادي الأهلي فهو اللي بلعب تحت ضغط هو اللي أعز يقسب بالتالي اللي أعز يقسب هو اللي مضغوط كل دقيقة بتعادل عنادي enfin يكون مضغوط فيها ده رقم واحد ده رقم اتنين والأهم أنت آخön مبارتين كسبان الزمالك كسبان الزمالك في النهاية الأفريقي بحالة كانت أقل من الزمالك بكتير جدا كسبان الزمالك في المباراة اللي في الدور الأول وانت حالتك قبل المباراة كانت سيئة جدا 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 وكان كل الناس عارف أن الغيب اللي داخل الملعب بحالة سهيئة وقد بدأت أتمنى، أه طبعا، أنا أتكلم عن الغيابات والإصابات والسلوة التوفيق وحاجات كثيرة جدا، ومع ذلك قدرت أنك تكسب نات زمالك، ده معناه أن اللعيب اللي موجودة في الملعب، المدير الفني نفسه عنده ثقة، أنت داخل الزمالك وانت راكبه ماتشين قبل كده، فأنت خلاص حافظ فرقة الزمالك، كعبك عليها لها بلغة الكور، هم كمان ألقانين من حتة دي، أنه هم آخر ماتشين، أنت اللي يكسب، المباراة اللي فاتت إدالة نستغلى الأخطاء، إدالة نستغلى الأخطاء، إدالة نستغلى الأخطاء دفاعه، قال للحاجات دية آخر مثلا نتيجة ماتشين، هل بيبقى ليها مردود قبل المجسي على العيب تلفريتين؟ خد بالك، أنت المباراة اللي فاتت من شهر أو تقريبا أو شهر ونصف، يعني قريبة مش معيدة، مش من ست شهور والحاجة عن الفرق، المباراة الأخيرة؟ لا، المعرض89، أأمن ملاك، نبغي نشهر، فإعني داخلني في عيدة كبير، طيب، أ أخر للعواتر! فعايز أقول إن المباراة قريبة جداً. فمعنى المباراة قريبة جداً أن الحدث انت لسه في الحدث. لسه عايش فيه. لسه كسبانه أول إمبارح بلغة الكرة يعني. فأول نهاردة حطت في زينه انت المباراة اللي فاتت انت كسبانه. والمباراة اللي قابلية في بطولة افريقيا في النهاية انت كسبانه. ومع ذلك هو كان في حالة جيدة جدا بالنسبة له حالة بدنية وحالة فنية وقدرت ان انت تكسبه النهاردة هو داخل وعنده حاجتين مهمين جدا بيقرقوه كعبك العالي عليه الحاجة التانية ان انت قريب منه في النقاط وان انت المؤجن لصالحك مش لصالحه فالنهاردة هو عايز يكسب النادي الاهلي او على الاقل بلغة الكرة انه يخرج بكعادل فيحفظ ماء الوجه بالنسبة لي النهاردة انا بشوف ان مستر موسماني بيلعب تشكيل من وجهة نظر الشخصية هو الافضل في كل المبارات اللي فاتت من وجهة نظر هو مغير ثلاثة كابتن بوس aujourdهم بدك بطاهر وبدك النهاردة محمد شريف ما انا بقول لك هذا التشكيل بالنسبة لي من وجهة نظر الشخصية هو الافضل بالنسبة لي على مدارة المبارات اللي فاتت دي كلها كلهم انا فاهم يا كابتن انا بكلم على الحالة كابتن عليك الحالة كمان نهاردة بتلعب بطهر محمد طهر نحت الشمال. بتلعب بحسين الشحات نحت اليمين. حسين قلنا المباراة اللي فاتت يعني عمل مجهود كبير جدا 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 جدا. وصنع هدف بشكل جيد جدا يعني. كان لوت حركات مميزة. محمد شريف العيد متعلق الفترة اللي فاتت مجد افشا والمايسترو بتاع النادي الآلي في الوقت الحالي. ويبقى الأهم بالنسبة للنادي الآلي انك انت عندك بالانس. يعني عندك اتنين بيقدروا يهاجموا ويدفعوا في نفس الوقت. عمرو السلية واليو ديانج ويقدروا يدفعوا في نفس التوقيت برضو بنفس القدرة وبنفس الامكانات وبنفس القدرات. الزمالك عنده مشكلة في الحتة دي. عشان كده في بعض الوقت الزمالك بيلعب اربعة واحد اربعة واحد. بيخلي فرجاني ساسي يتقدم ويبقى طريق حامد اللي بيشتغل عرضي فقط ما بيشتغلش طولي. عشان كده في بعض الوقت بتبقى انت زيادة عددية على نادي الزمالك في الحتة الوجومية لانه ما بيكملش بالعيبة بتاعته. مشكلة نادي الزمالك كمان زي ما كماتنا نتكلمه في الاتنين اللي في القلب وخاصة محمود علاء بيسرح كتير جدا. ما عندوش الجرأة. ما عندوش شخصية قوية داخل الملعب. يعني الكرة اللي راح بيها محمد شريف كرة من ربع يعني من نص ملعب بالزبط. انت لو رايح واحد واحد ممكن تعمل فاول ممكن تتعطي على الكرة. انت اللي عندك الأفضلية لان انت ممكن تاخد فاول خلاص لو لو ترقص ومن نص ملعب وانزار والموضوع خلص. لكن انت هو دي بتفرق في شخصية العيب نفسه. كذلك الاتنين اللي على الأطراف. حمزة المسلوسي ملعبش كتير. احمد ابو الفتوح العيب مودي ممكن تلاقيهم كويس ممكن تلاقيهم وحش. لو بيتضغط عليه من بداية المباراة. لو بتروح واحد ضد واحد في أول المباراة بالنسبة لحسين الشحات أو بالنسبة لطهر محمد طهر. قدرت ان انت تعدي. اعتقد فرقة نادي الزمالك دفاعين هتوعب بشكل كبير. في حاجة مهمة تانية. ان بين شرقي وسيد زيزو بيعملوا مجهود كبير جدا 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 في الملعب. فالنهاردة الشوط التاني اعتقد ممكن يبقى صالح لعيبة النادي لها. لعيبة نادي الزمالك يمكن الاثنين اللي على أطراف الملعب دايما على طول بيكملوا في الحدة دفاعية. دايما بيكملوا في الحدة دفاعية. لانهم اصلا طريق لعبة زمالك زيزو بيعملوا كبيرتين. انهم بيشتغل على الكاونتراتاك. فبيشتغل في تسعين متر. فصعب على لعيب انه يلعب تسعين متر طول الماتشات. خاصة مع فرقة زي فرقة النادي الآلي. النادي الآلي. النادي يهاجم. الكلام ده يمشي مع الفرقة الصغيرة. لان انت دايما بتهاجم. فبتشتغل في خمسة واربعين متر. انما مع النادي الآلي بتهاجم وبتدافع. فبترجع تشتغل في تسعين متر. فاعتقد المجهود البدن بتاع لعيبة نادي الآلي. الاثنين على اطراف الملعب. ممكن ما يسعفش لعيبة نادي الآلي. انه يكمنوا بيها المبرأة. وما عندوش الاحتياطي. اللي يقدر يشتغل بنفس الكواليتي. وبنفس الامكانيات بتاع لعيبة العطار. فانا بشوف النادي. يعني عنده حظوص كبيرة جدا. لو كابتن علاء وكابتن شريف وكابتن عادل. لو اشتغلنا بشخصية النادي الآلي بداية اللقاء. لو ضغطنا على الإعلان كارترون. هو له طريقة ما بيغيرهاش. هي طريقة الكاونتر أتاك. بس النهاردة عايزوا لك بتآخر نقطة. ان هو النهاردة. مش زي كل المقارات اللي فاتت. النهاردة بيلعب بالأفضل برضو بنسبال. النهاردة حطت شكبالة بحيث ان انا لو قدر. انه استغل الشكبالة وقدر يسجل هدف في الأول. ويبتدي حط الاهلي في زون. ان انت افتح لي المسيحات. وانا اشتغل على الكاونتر هتاك. لو سجلت هدف. هو بشتغل على حتة دي النهاردة. فبشتغل الكل في الكل. فاحنا لازم نشتغل برضو على الحتة دي. دفاعيا وهجوميا. طيب حنروح لفاصل. ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع انجومنا كبار. ارجوكم انتظروه. موسيقى 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 اشتركوا في القناة